السلام عليكم اعلان بالستريم عندنا هنا نشوف هنا اكو communicate with your class here تقدر اسوي create schedule create and schedule announcement respond to student posts هس احنا نجي شن ندوز اول شي هنا share something with your class رح نيجي نضغط عليها رح تتفحل نافذة هاي النافذة بهدا يقول لك هنا for عندك هنا اذا ما تغير رح يصير هذا الاعلان فقط لهذا الكلاس لكن اذا تضغط هنا على هاي القائمة المنسدلة for هنا حيطلع لك كل الكلاسات اللي موجودة عندك بالgoogle classroom الخاص بك طلع لك كل الكلاسات هنا من تيجي تختار انت الكلاسات اللي تريد تنشر هذا الاعلان بيه فانت هذا اختصارا الجهد اذا عندك اكثر من كلاس عندك اكثر من section تقدر كلهن تختارهن مرة واحدة وتكتب نفس الاعلان بهن كلهن طبعا اني هسا هنا مريد ازعج الناس فرح اساوي الساوي بوست فقط لهذا الكلاس فهو فقط الكلاس واحد هنا سب نضغطها فقط كلاس واحد واللي مختاري واللي نساوي بيه البوست نيجي ايضا اكو فقرة ثاني هي الستودينت وهنانه طبعا ما مفعله لان هذا الكلاس بعد ما بيه طلاب فهنانه هذي الفقرة شنو؟ من تجي تضغطها رح يطلعون الستودينت رح يطلعون اسم كل الطلبة اللي موجودين بالكلاس مثلا انه انت عندك اعلان خاص بطلبة محددين مثلا هذول الطلاب ما متحنه الامتحان الأول وأنت تريد تعيدلهم الامتحان فتريد تصلي بدولا الطلاب فقط تريد تسوي إعلان بدولا عشرين طالب فقط فتجي تدوس هاي الالت Swedenت هاي القامة المستدرة رح يطلع اسماء الطلاب و تجي تختار الطلاب المحددين اللي تريد ترسلي لهم هذا الإعلان فرح الإعلان اللي تنزله ينزل لطلاب محددين فقط طبعا اليسوا احنا نريد ننزله لكل طلاب فقر نختار الصددينت نيجي هنا أنا مثلاً هم بعمل أنه هذا البوست الأول بالكلاس فنقول السلام عليكم نرحب بكم بهذا الكورس التطبيقي الذي سيتناول تطبيقات جوجل وبعض آليات التعليم الألكتروني شكراً جزيلاً دكتور سرهد النجا طبعاً ما يحتاج تكتب الاسم ليش؟ لأن أنت أردي ما رح تنزل البوست رح يطلع أنه سرهد النجا بوستد كلاس النونسمنت هنا طبعاً تقدر تضيف مثلاً صورة آد وراح هنا آد من جوجل درايف آد لينك آد فايل آد يوتيوب فيديو هل يكون هنا تقدر تخلينا رسالة ترحيبية تريد تريد شي تسوي الاشيار ويالطلاب بكامليتهم تقدر تنزله من هنا بعدين رح نحكي شون ننزل ذني بالكلاس وورك شون رح ننزل ذني شون نستخدم هنا نجي على بوست من بوست همينة أكو قائمة منسدلة دائماً ويال بوست أو سند أسعين رح تتلقي هنا نقائمة منسدلة ومن نضغطها أكو بوست سكيجول أن سيف درافت إذا دست سيف درافت رح تصير غري ان كالر وتبقى الإعلان ما مرسل لحد ما تيجي أنت مرة ثانية تفتح وتقل لبوست هذا واحد اثنين إذا سكيجول إذا أنت تعرف إش وقت رح تنزل هذا الإعلان مثلا تريد تنزله يوم December 4th رح تصوي لسكيجول وهنا نتختار December 4th 8 a.m وتقل لسكيجول هو رح ينزل هذا الإعلان December 4th 8 a.m هنا نجرب لدرافت نتقل لدرافت رح يصير هنا البوست كامل هذا هو طنع هنا عدنا بالدرافت إذا ردي ننزل هذا الإعلان هس دخل نا على الكلاس من جديد وريد ننزل هذا الإعلان نرجع من جديد نضغط عليه رح يتفعل نقل لبوست أو نريد نسوي لسكيجول أو ندوس بوست رح ينزل هذا الإعلان نقل لك الستودين ترى هذا الإعلان بالستريم إميدياتلي نقل لبوست رح ينزل هذا الإعلان بالستريم اللي يقول مثلا هنا اسم التدريسي اللي نزل الإعلان ومكتب السلام عليكم وكذ الإعلان كاملي وموجود هنا نحن إحنا ما نحتاج هذا الإعلان أو خطأنا به نقدر نجي هاي ثلاث نقاط نسوي لـ Edit رح رح يرجع نفس الإعلان من جديد ونقدر نغير به حدو سكنسل نرجع نقدر شنسوي نسوي Delete نقدر نسوي Copy Link Copy Link لقد ندز هذا الإعلان لطلاب محددين فنسوي Copy Link وندز ها لهم عن طريق الإيميل أو أي شيء آخر لكن الثاني ما أريده فرح أضغط Delete Comment Also Be Deleted يعني إذاكو طلاب سووا Comment لهذا الـ Stream لهذا الـ Post رح يتنمسح فأنا قل Delete رح يمسح بـ Comment Deted فهذا الفيديو تعلمنا شنون نسوي Announcement وشلون نسوي لطلاب محددين أو لكل الكلاس أو عدة كلاسات شكرا جزينا ترجمة نانسي قنقر